موسيقى تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار اسبوع نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الامنية ففي اطار تنفيذ اجراءات الخطة الشاملة التي اعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 6858 قضية مونية متنوعة وضبط 1171 قضية في مجال منع تداول الارجيلة بمضبطات 6922 ارجيلة اضافة الى غلق 4686 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد 52430 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية والى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم اصفر الجهود وزارة الداخلية خلال اسبوع عن ضبط 9256 قضية مونية متنوعة من بينها 168 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت 490830 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء اضافة الى ضبط 9063 قضية مونية بمضبطات وزنت اكثر من 1619 تن سلع غزائية متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 334494 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 65126 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحاملات المرورية على الطرق تم اجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4063 من قائد المركبات تبين ايجابية عدد 224 سائقا منهم كما تم المرور على 225 مدرسة واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1208 من سائق حافلة المدارس تبين ايجابية حالة واحدة كما تم فحص 984 حافلة مدارس تبين مخالفة سلاس مركبات الاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 570 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهلكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 17411 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس وفي مجال الامن السياحي نجحت اجهزة وزارة الداخلية في ضبط 396 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الاثار والحفر والتنقيب عن الاثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 81887 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 82.688.096 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 151 جهازاً إلكترونياً وفي مجال جرائم المضبوعات تم ضبط 72 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 17.350 تمثلت في كتب وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويد من الجهات المختصة وأصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 55 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 922 مليون و305 ألف و37 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1748 قضية في مجال التهرب الضربية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليارين و597 مليون و203 ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة الاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13 مليون 491 ألفا و994 جنيها نغليها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة